اشتركوا في القناة السقر قريش هو شخصية اليوم السلام عليكم اشتركوا في القناة وساكنيه بارضي يعني ابيات وجدانية من هذا الشخص في ظل ازمته تدل على انه انسان اكثر من الانسانية حتى نفسه تاريخ عبد الرحمن الداخل وصال القريش لما نبين سولف فيه يعني صراحة تحتاج لك مجلدات تحتاج لك حلقات طويلة تسولف بالشخصية هذه شخصية مليئة بالاحداث يعني تقدر تقول انه اكبر شخصية مليئة بالاحداث في العهد الاموي والعهد العباسي وحتى العهد العثماني وحتى عهدنا الحالي الان يمكن ما ينافسوا بالاحداث الا سيف الدين القطز لكن سيف الدين القطز ما امهل عمر طويل سبحان الله وتوفاها الله سبحان وتعالى لكن عبد الرحمن الداخل لا عبد الرحمن الداخل شخصية غير قيام الدولة العباسية كان ايذان بسقوط الدولة الاموية السقوط الدولة الاموية جاءت الأرف بزوبعة واحداث وقتل ودماء وسفك يعني كان قيام الدولة العباسية قيام شرس جدا وقيام ظالم LEE الثالث بالنظر عن مواضية هذه كلها خلنا نتكلم عن عبد الرحمن الداخل او عن سقر قريش عبد الرحمن الداخل نفسه ولد في سنة 113 للهجرة السنة هذه اللي يولد فيها عبد الرحمن الداخل تقريبا ثلاث إلى أربع سنوات بعدها توفي أبوه أبو عبد الرحمن الداخل اسمه معاوية عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك لما تروح على هشام بن عبد الملك تعرف أن النسل هذا نسل عظيم الرجل هذا عبد الرحمن الداخل تربى في كنف هشام بن عبد الملك اللي رباه يعني منه هشام بن عبد الملك هشام نفسه ربى عبد الرحمن بعد ما توفى أبوه كان يرى في عبد الرحمن كان يشوف عبد الرحمن يرى أن هذا الولد نبيه يرى أن الولد هذا وراه شيء راح يسوي شيء عظيم وكانوا يقولون الناس اللي حوله يقولون أنه كانت فيه نبوءة تنبأ أنه لما ينهدم حكم بني أمية راح يبنيه شخص الشخص هذا هشام بن عبد الملك كان يشوفه بعبد الرحمن فكان يكرمه عن أقرانه يعني كان يقول أن عبد الرحمن لا غير لا حد يلمس عبد الرحمن عبد الرحمن هذا هو الأول والأخير عندنا يا بني أمية ألموا من أن عبد الرحمن طالت المدة وصار عمره تقريبا من 17 إلى 15 سنة تقريبا بالعمر هذا وقامت الدولة العباسية قيام الدولة العباسية كان في سنة 132 للهجرة في هذه السنة تحديدا بدت تتساقط الدولة الأموية كانوا الدولة العباسية في قيامهم يتبعون الأمويين يابي أي أموي موجود أقتله ما عندهم سالفة أنه مسلم مش مسلم خلاص قيام دولة على دولة أقتل كل أموي موجود قدامك من ضمن المطلوبين عند العباسيين كان هذا الرجل اللي اسمه عبد الرحمن الداخل وكان عنده أخو أصغر منه اسم الوليد أصغر منه تقريبا من سنتين إلى ثلاث سنوات قالوا كان طال أمرك ومصارت ثورة العباسيين وقاموا يلحقونهم وين يروح وين يروح ما يدري وين يروح قالوا منه طال أمرك طلع وراح إلى دينه من الديار اللي يقولون أنه حول الشام حرب من بطش العباسيين حرب هناك طال أمرك وجلس في بيت مظلم يبعد عنهم ويدرين العباسيين اللي جلس في البيت هناك سبحان الله شاءت الأقدر يا أخي هذا معاناة والله الأظيم أنه عبد الرحمن الداخل معاناة يعني تخيل في هذا الهروب واللي هو فيه يصيب عيونه الرمد يعني ما يقدر يهروب يعني تخيل الرجل هذا صاب عيونه الرمد وما قام يشوف فحطه بغرفة مظلمة أهله وكان الوليد كل شوي يجي عنده يروح يجي عنده يروح يشوف الوضع اللي عنده بيوم الأيام دخل على الوليد فزع يقولون أنه مو الوليد يقولون أن أحد أبنائه بس أنا ما أعتقد بالعمر هذي يكون أحد أبنائه خصوصا يعني أنه ما أدري أنا مش راكب عندي فخلنا على الوليد نفسه نقول أن الوليد نفسه دخل عليه وقال له فزع يعني كان فزع فبحثت أنه فزع الوليد قال شفيك الوليد وش اللي صاير قال الريات السود بالمدينة الريات السود كانت تنبي بالعباسيين قال الحل قال نهرب يا أخي يعني خلنا نهرب انت الموضوع ما فيه الحل عندنا آخر اثنين بني أمية وعبد الملك المرواني راح للمصر يعني ما فيه تشتتنا فأنجدنا قال لي بالله أنجدك توكل على الله يلا يلا فك عيونه تعرف اللي قاموا فك عيونه لأنه يطلع الدم منه فهرب هو الوليد كان هروب عظيم جدا شافاهم العباسيين يوم شافوا ولا هذول هم ويلحقون وراهم وهم يهربون وهذول هوراهم وهذول هركل سبحان الله جاء قدامهم نهر عبد الرحمن والوليد كانوا سباحين على طول انقزوا بالنهر يوم انقزوا بالنهر وقاموا يسبحون بنص النهر وقفوا والعباسيين وقاموا يشيرون عليهم قالوا يا جماعة ارجو ارجو لا تغرقون بالنهر النهر هذا يذبحكم واعتقدوا انهم من نهر العاص ولا نهر الفرات يعني واحد منهم فقالوا يذبحك النهر هذا ارجع ارجعوا لكم الأمان الوليد هنا أول ما سمع الأمان وكلمة الأمان طالع وراه أباسيين يعني مهما يكون أهلنا ورب مهما كان الثور خلاص أعطون الأمان وبالنهاية هم مسلمين فخلنا نرجع عبد الرحمن طالع عبد الرحمن قال لي عبد الرحمن تكف خلنا نرجع قال كمل سباحة ولا تطالع فيه قال لي عبد الرحمن قال لا تطالع بأحد وراك كمل سباحة توكل على الله قال وليد لا بالله أني أبيرجع هنا الناس أعطون الأمان وانت ظهر أنك مطفوق يا عبد الرحمن وراه طال عمرك رجع كمل سباح أنت يا عبد الرحمن يوم أنه وصل الضفة الثانية وما قدروا يلحقون العباسيين طالع فيهم كذا مسكه وطال عمرك الوليد وقالوا ارجع يا عبد الرحمن قال ما أنا راجع قالوا ارجع ولا ذبحنا أخوك قال أخوي هو اللي ذبح نفسه مو أنت اللي ذبحته مسكه وطال عمرك أخوه وحلل له قدامه فبدت رحلة الهروب رحلة الهروب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تخيل الهروب هذا شلون صاير رجل راح ملك دولته كله في يوم وليلة انتهى حكم بني أمية كله في دمشق وفي العراق وفي الإسلام كله في الشرق هذا راح حكم بني أمية فوق هذا أخوه كان مذبوح قدامه تخيل ذكر أخوي ينذبح قدامه وينذبح شو ينذبح أخوه قدامه ويهرب ليل نهار ما يدري وين يروح قالوا كان طال عمرك يمم إلى الغرب وحط رجله وش اللي خلي عبد الرحمن الداخل يمم للأندلس المنطقة هذه بالأندلس كان فيها بقايا للحكم الأموي لو أنه ما كان ظاهر بشكل كبير يعني لكن كان في بقايا قبل أن تعلن دولة العباسية أنها خلاص صارت هي الدولة العباسية يوم أعلنت دولة العباسية هو في الطريق رايح لهم وأعلنت قيام أو أعلن قيام الدولة العباسية بشكل رسمي هذا كل وقت خلاص لت الموضوع يعني وصل العلم قاموا هناك عندهم طال عمرك يوسف الفهري وشلة يوسف الفهري وطر دولة موين كلهم قبل ليوصل عبد الرحمن الداخل الوقات طال عمرك توجه عبد الرحمن الداخل إلى أندلس ووصل إلى المغرب السبب الثاني اللي يخليه يمنى المغرب أنه خواله كانوا من الأمازيغ قبال الأمازيغ هناك هم خوال عبد الرحمن الداخل فهو الرجل رايح لخواله ويضبط أموره مع خواله ويقومون خواله طال عمرك يحاول أنه ياخذ منهم الحماية ويضخ ما يقدر الحاله يعني رجل بالنهاية لو أنه يكون رجل خارق صراحة يعني الرجل هذا خارق بالتفكير لكنه مش خارق بالجبروت يعني مش يعني هرقل أو شي عظيم جدا يعني السبب الأول اللي قلنا عليه أن بقايا الحكم الأموين في الأمازيغ والسبب الثاني أنه خواله كانوا من الأمازيغ قبل يمن المغرب الرجل هذا أو عبد الرحمن الداخل أوصى عنده مولى اسمه بدر منسك المولى اللي عنده قال له يا بدر الله ليهينك عند أختي ذهب ومجوهرات أبيك تجمع الذهب ومجوهرات اللي عندك ولو وصلت المغرب واستتبى الأمر وصار الأمر عندي محترم بالله نكتجيني وجيب معاك الذهب ومجوهرات مولاه بدر أو المولى بدر كان من الوافين في التاريخ من الوافين بالتاريخ أيضا في التاريخ الجاهلي السموئل السموئل هذا كان يهودي تخيل عندك التاريخ سبحان الله ما يحفظ الشجاع نفسه أو ما يحفظ بس الشجاع ويحفظ بس صاحب الفتوحات يحفظ حتى الوافين الوافي اللي يبري ذمته إلى الله سبحانه وتعالى كان من ضمنهم بدر بغض النظر جاء بدر طالع عمر خذ المجوهرات وخلها عنده إلى أن يرسله عبد الرحمن الداخل ويقول له أكرمه خواله وجلس عندهم وطلع من عند خواله إلى شمال ليبيا الحالي في مدينة اسمها مدينة بورقة مدينة بورقة هذه موجودة في شمال ليبيا تابع تشوف المكان بالضبط؟ أروع فوق شفت المكان الحين حنا فيه هذا الآن كان متواجد فيه عبد الرحمن الداخل في سنة 134 الهجرة تواجد في المكان هذا المدة أربع سنوات لما نتكلم من شوي عن الوفاء وفاء مولاه بدر وتكلمنا عن السمول السمول نفسه كان وافي لمرؤ القيس يعني امرؤ القيس الكندي كان وافي له السمول والسمول كان يهودي تخيل في الجاهلية لكنه كان وفي يوم يقول له وفيت بأدرع الكندية إني إذا ما ذم أقوامه وفيته بنالي عاديا حصنا حصينا وما أن كل ما شئت استقيته يتكلم عن هداج تهيمة اللي موجود في شمال السعودية الآن يعني شي جميل جدا الوكاد طال أمرك جلس هناك عبد الرحمن الداخل في مدينة بورقة لكن وش المصيبة اللي صارت عبد الرحمن الداخل مطاردة من العباسيين فلوس ما عنده الرجال المتغرب عند خواله يحاول يدخل لندلس كل هالمصائف هذي كلها ويطلعون له في أمن الخارج يعني أنا وين وين توين يعني منين طلعت لي طلعت له طال أمرك واحد خارجي وشافه مبقي لموين قال هذا صيتي طال أمرك تعال ويشتغلك طال أمرك على عبد الرحمن الداخل ويحاول أنه يجيب عبد الرحمن الداخل بأي شكل من الشكال خصوصا بقصص مثل قصص عبد الرحمن الداخل لازم تفتحها لازم عشان تتنفس أكثر وتسوله في أكثر الموضوع هذا نفسه هلو كان طال أمرك عبد الرحمن الداخل استطاع أنه يهرب من الخوارج ويهرب من العباسيين تخيل الآن عنده الخوارج والعباسيين كلهم يطاردون رجل واحد اللي هو عبد الرحمن الداخل يوم هدت الأمور أرسل إلى مولاه بدر مولاه بدر كان موجود بالشام قال تعال الحين جاء طال أمرك من مولاه بدر وجاي بالذهب والمجوهرات معه هذا قال يا بدر الحين عندنا طال أمرك خطة جديدة لازم نسوي قال نبي الراسل لأندلس لازم الراسل لأندلس ونقول لهم أنه جاي أنا من نسل بنيومية وجد هشام بن عبد الملك فالله يسترع إليكم بتكفون ضبط الموضوع قدامنا خلنا نجي فاشوف وضعهم من حسن الحظ أنه في الاندلس الآن كان حسن الحظ يعتبر العبد الرحمن الداخل كان في حرب بين القيسية واليمانية كان عندهم حروب عظيمة وكان في واحد اسم موسيف الفهري رجال عنصري مع ربعه الخاصين وما عنده اليمانية أطلع بره وما ليشغل فيك توكل على الله فكانوا الناس حاقدين عليه ما يبون هذا الرجل أو ما يبون يوسف الفهري جاء طال أمرك وكانت من محاسن الصدف أن تكون النزاعات هذه موجودة وبقايا الحكم الأموي كان أصلا منتهي يوم دوره بقيام للدولة العباسية راح مولاه بدر وكان له اليد الطولة في حكم عبد الرحمن الداخل هذه حطها بالتاريخ وحطها بين أقواس عندك مولاه بدر تخيل المولى هذا بدر صار اليد الطولة في حكم عبد الرحمن الداخل يعني الرجل هذا سوى فعل عظيم مع عبد الرحمن الداخل ألو كان ضبط الموضوع أنت يا مولاه بدر في الأندلس يعني راح القادة الأندلس الموجودين هناك وشاف الخلافات اللي بينهم شاف الناس اللي ما تابعي كان يوسف الفهري والصميل بن حاتم الاسمين هذول يركز عليهم زين الصميل بن حاتم ويوسف الفهري هذولة طال أمرك ما كان يابون جيد عبد الرحمن الداخل بأي طريقة ما سموها صلا الداخل كان اسمه عبد الرحمن بن معاوية يعني بعدين عن سموها الداخل وحتى ما كان اسم صقر القريش بعدين أقول لك ليس سموه صقر القريش قال وكان طال أمر كم ضبط الأمور وعرف أن فيه جوش معينة تابع عبد الرحمن أنه يجي ويفزع لها ويخلي الأمر الموجود هناك أو يوحد الأمر في الأندلس أرسل رجل يبشر عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الداخل كان كل يوم يجلس الجلسة هذه ويم وجهه للأندلس وينتظر الأخبار اللي تيجي هناك كل يوم تخيل على مدى ثلاثة شهور لأربعة شهور بس يبي أحد يجي باحس ولا على جهة رجال من هناك وستبشر خير وقف عبد الرحمن وينتظر القارب هذا ويطالع فيه ولا هذا جايه يوم وقف جنبه نزل الرجال قال العلم اللي عندك تكفى إذا عندك علم أعطنا العلم اللي عندك قال العلم أنه أهل الأندلس يقولون هلا ومرحبا ومسهلا عندنا والله ناس قشران هناك نبيل خلص عليهم فيك شدة قال فيني شدة ثين طال عمرك ما لك شغل بشي قال بيض الله وجهك قال له عبد الرحمن وش اسمك أنت قال اسمي غالب التميمي قال والله غلبنا ويتمم الله لنا توكلنا على الله ركب عبد الرحمن الداخل في السفينة مع غالب التميمي مع الموجودين عنده وتوجهي للأندلس وبدأ طال أمرك يتواصل مع حكام الأندلس الموجودين هناك كانوا عبارة ما نقول إنهم حكم طواف لا ما صار حكم طواف حكم طواف كان في آخر بلاد الأندلس أو آخر العهد في الأندلس لا كان الحكم حكم إمارات الموجودة في الأندلس مش حكم طواف أو ملوك طواف الوقات طال أمرك جاء معاهم من ضمن الحكاية اللي صارت هناك كانوا عنده خيل عروب كانوا عنده خيل ما ينطح أنت يا عبد الرحمن الداخل فجاء طال أمرك بتجهيز الجيوش على أساس أنه يبقاتل هنا بدت ثورات منه ثورات اللي قلنا عنهم الصميل بن حاتم ويسف الفهري يبون طردت عبد الرحمن الداخل الثورات هذه اللي صارت كان مستعد لنفسه أنت يا عبد الرحمن الداخل والجيوش الموجودة عنده والناس اللي كانت تفزع له الوقات أنه طال أمرك بخيله هذا مجهز خيله سمع الناس قاعدة تسولف بينه وبين بعض يقولون أن عبد الرحمن الداخل مش من الأندلس يعني الرجال هذا مو مننا ولا فينا يعني وعنده خيل والله إنه ما ينطح لأنهزمنا معركة قدام يوسف الفهري أخاف أن الرجال هذا يأخذ خيله ويحط رجله فحسب الكلمة هذه قال لا بالله أنا رجال جاي طلاب حكم ما أن الرجال جايكم والله بيلعب معكم وإذا نقتل واحد ولا نقتل ولا نهزمنا مشينا ما أني ماشي أنا ما عندي ديرة ثانية غير الديرة هذه خلاص ديرتي وولت راح طال عمرك ثاني يوم يوم سمع الكلام هذا جاء عندهم السلام عليكم السلام يا مرحبا قال لي الرابع من عنده كديش قالوا شو يشتبي الكديش كان الخيل اللي عندي هذي تنطلق وطلقتها هذه واندفاعة الخيل الموجودة ما يمديني أرمي بالرمح ولا يمديني أرمي بالسام ولا يمديني أقاتل بالسير فبيني كديش أقاتل فيه فعرفوا أن الرجال هذا ما وراء وهروب ولا يبيهج هو يبوصله من الفكرة هذه وخاذ الكديش ودخل طال عمرك على يوسف الفهري وقال بالطاولة عليه لكن يوسف الفهري استمر في ثورات عظيمة على عبد الرحمن الداخل في حكمه ثورات هذه راح نتطرق لها في قصص جاية وقصص قادمة عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الداخل استتبلوا الأمر بعد مقتل يوسف بعد الأمور هذه كلها استتبل الأمر لعبد الرحمن الداخل وصار حاكم الأندلس في سنة 138 للهجرة بدأ حكم الدولة الأندلسية والدولة الأموية في الأندلس لكن ركز على نقطة معينة النقطة هذه اللي أقول لك أنها الآن أن الأندلس كان ليفنى بها الإسلام حسب ما يقول المورخين يفنى الإسلام في الأندلس لو لا دخول عبد الرحمن الداخل إليها ليه؟ لأنه صارت فيها حروب قبلية عبد الرحمن الداخل أنقذ الأندلس أو أنقذ الإسلام من أنه يفنى في الأندلس سبحان الله وسع رقعة الأندلس أو وسع رقعة الإسلام في الأندلس اللي الآن صارت في أوجها في عهد عبد الرحمن الداخل والعهود اللي صارت بعده اللي على مدى تقريبا ثلاثة إلى أربع قرون تخيل عمر كامل جابه عبد الرحمن الداخل رجل هارب من الشرق ومبطش العباسيين ووصل طال عمرك لندلس وحكم لندلس وأربع قرون قدام يعني أربعمية سنة والحال يعني ما بالعزم الرجال يعني عزم الرجال سبحان الله الله سبحانه وتعالى حط فيهم عزم خلاهم يحكمون دول هم الحال فهذا شيء عظيم يعتبر فعبد الرحمن الداخل طال عمرك من حسنات الواجد اللي موجودة في الأندلس وش سوى؟ سوى مسجد قرطبة وأخذ مسجد قرطبة وكان كنيسة قبل وأخذ بعدين المسجد كله سبعين ألف تقريبا من الذهب يعني أخذه بالأموال لكن مرت السنوات وأخذ منه اقتصابا يعني حتى بالأموال ما أعطينا أموال عليه تخيل الآن في الأندلس ما تقدر تصليه في مسجد قرطبة لكن هذا من سوء الحظ يعني لأكثر الأقل المهم طال أمرك أن عبد الرحمن الداخل استتبلوا الحكم في الأندلس كلها وصار أبو جعفر المنصور في أقصى الشرق يحاول أنه يتحين الفرصة ليسقاط هذا الرجل يبي يسقطه بأي شكل من الأشكال لأنه حسنا خلاص الرجل هذا قام الدولة وانت الموضوع والرجل يعني تخيل أن عبد الرحمن الداخل بهذا الوضع هذا كان يدعو للدولة العباسية عساس أنه ما يشق عصى الطاعة وما يشق عصى المسلمين ما أعلن الحال واستقلال كامل بإمكان ما عمرها الزمنk أجبر ابو جعفر المنصور بجبروته إنه طال أمرك ما يدعي يقول لي Hann يتوكل على الله خلاص مارك شي عندنا ابو جعفر المنصور حاول أنه يقود الثورات من خلال ناس موجودين في المغرب العربي وموجودين في الشمال المغربي بالتحديد على عبد الرحمن الداخل ومن ضمن الثورات اللي صارت ثورة العلاء اليحصبي ثورة العلاء اليحصبي هذي سوها طال أمرك ابو جعفر المنصور وهو كان موجود في العراق أرسل على لي أحصبي على أساس أنه أرسله وقال له حبيبي سو ثورة عليه سووا الثورة وهذا ما نخلق أنت عبد الرحمن الداخل قال له هذا شيء مني يعني أنتم العباسيين طرتون من أقصى الشرق لهذا الصقع على ما قال عبد الملك المرواني وجايني الحين تناشبني على لقمة أو تحاول أنك تدخل معايا على لقمة العيش يخلونا نعيش المهم طال الأمر يدخل عليه عبد الرحمن عليه هو جيش وينتف وتنتيه ما نتف وجلس قال لا خلاص خلاص أنت الموضوع قال شوفوا لي أبو جعفر المنصور وين قالوا أبو جعفر المنصور موجود الآن في مكة راح يحج قال جيبوا لي العلاء اللي أحصبي وجيبوا هالجيوش هذي الموجودة عنده كله وعبوا لي روسهم بصناديق واختموا عليه مسك طال الأمرك أعبوا روسهم بصناديق قالوا بعدين يا عبد الرحمن الشتابي قال رسلوها لأبو جعفر المنصور وخلوا أبو جعفر المنصور يعرفني زين والله إن ما أقل أني عز الله لخلينا ندرس ووجه له أنا الله سبحانه وتعالي فتح علي لكن خلوا يركض زين ويأطلع يطلع عمرك ويأخذون الصناديق هذه ويأدونها بليل عند مكان أبو جعفر المنصور في مكة حطوا الصناديق قدام خيامه وطلعوا وطلع عمرك الناس طلع أبو جعفر المنصور الصباح يوم طلعوا ولي طالعوا الصناديق هذه وش الصناديق وش الصناديق جاء طلع عمرك فتح صندوق يوم فتح صندوق الله هذه روسها الرجال اللي يرسله على عبد الرحمن الداخل فتعرف اللي ارتعب منهم طالع كذا قال والله إن عبد الرحمن لشيطان وليس بإنسان الحمد لله الذي فرق بيننا وبينه وجعل بيننا البحر شوفوا الخوف وبي جعفر المنصور الرجل الداهي اللي جبروته في يوم الأيام يقول كل شخص بوزيره يعني تقدر تقول هي مقولة عظيمة قالها إلا أنا بنفسي أنا اللي طلعت نفسي بنفسي هذا بجعفر المنصور في مجلسه بجعفر المنصور بيوم الأيام جالسوا والناس قال لهم يا جماعة منو سقر قريش قالوا وانت تعرف المنافقين قالوا انت يا طفل عمر سقر قريش ونسر واللي تبي انت كل شيء بالدنيا منافقين عند الحكام يعني قال يا رب عركضوا شوي منو سقر قريش قالوا سقر قريش فلان فلان قال منو سقر قريش ما حد عرف قال والله إنه سقر قريش الذي هربناه من هذه الديرة ووصل إلى أندلس وبنى حكم إسلامي جديد هو عبد الرحمن الداخل أو عبد الرحمن بن معاوية الداخل هو اللقبه وأكبر الألقاب وأجمل الألقاب اللي يجي من عدوك إذا عدوك لقبك باللقب هذا اللي هو صقر قريش أعرف أنك إنسان لا يشق له غبار عبد الرحمن الداخل شخصية عظيمة مستحيل أن يتناساها التاريخ ولا يتجاهلها بيوم من الأيام رجل والله إننا غضضنا الطرف عن أمجاد عظيمة في حياته رجل شجاع شاعر رجل لا يشق له غبار يعني الرجل هذا استطاع أنه يبني دولة من لا شيء تخيل لا تقول لنا في بقايا ولا ما في بقايا رجل بنى دولة وخلى الإسلام يرجع في الأندلس على مدار أو على مدى أربعة قرون بعد الأربعة قرون راح الإسلام وما بقى إسلام أصلا بالأندلس يعني سبحان الله لما يقول عبد الرحمن الداخل قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي شوف تخيل شوف عبد الرحمن الداخل هنا قاعد يقول الأبيات هذه قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي يتكلم عن مين؟ يتكلم عن الشام حلنا الآن نقول نفس البيت هذا الأندلس قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي السلام عليكم قم إلى حمل المنار كن على درب الفخار